صباح الخير يا جماعة أهلا بيكو في بداية الأسبوع التاسع من سلسلة الفيديوهات الكابسولة الصباح اللي بنغطي فيها دروس سريعة من كتابات بيتر دراكر متاخدة من كتاب The Daily Drucker النهاردة الفيديو رقم 41 والعنوان بتاعنا النهاردة Innovation and Risk Taking التجديد واخد المخاطر بيتكلم بيتر دراكر على أن Innovation مش 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 مخاطرة بمعنى إيه؟ بمعنى أن هي مش يعني مش مخاطرة وخلاص مش حاجة مش محسوبة مش إليها يلا نعمل حاجة مجنونة وبس وإنما إن Innovation It's About Opportunities وعبارة عن الفرص ودراسة الفرص دي ودراسة أي مخاطر فيها وحساب كل حاجة آآ علشان ما تبقاش في آآ فرصة للخسارة وفرصة آآ للمشاكل وال 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 والعقبات الخطيرة اللي ممكن تحصل فآآ النقطة اللي نفتكرها وكنا قلناها قبل كده عن Innovation آآ شوف نشوف احنا بقى نفسنا بنبالانس كده وبنوازن فين في مسألة Innovation هل احنا آآ آآ الناس كتير قوي بتقول Innovation ويلا نشجع على Innovation ولازم نعمل آآ والريسك والكالكيوليتد ريسك تايكينج حاجة كويسة جدا وحاجة آآ محبوبة وحاجة نشجع عليه طيب فهل احنا فعلا بن 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 اينوفيت آآ بريسكس واخد مخاطر غير محسوبة وبطريقة آآ يعني آآ فيها رعونة وفيها آآ آآ مخاطرة كبيرة وفيها مشاكل ممكن كتيرة تحصل دي ناحية طب احنا مش عايزين نبقى كده طبعا ناحية تانية احنا بن 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 بنحسب الحسابات بتا بس بالحسابات الصح كويس طب السؤال التاني هل احنا لما بنحسب بنحسب وناخد بقى الخطوة بتاعة الانوفيتشن ولا بنقعد نحسب لدرجة ان احنا نخاف وفي الاخر ما نعملش برضو حاجة جديدة ونمشيها برضو على قديمه دي بقى النقطة اللي اللي كتير بتحصل بنقعد نشجع على Innovation وقوله Innovation ده حاجة كويسة ويهاف توانوفيت وهاف تو وهاف تو نيو وهاف تو دو نيو تنجز بس في الاخر اللي بيحصل هو ايه ان احنا نيجي نحسب اه ومن كتر الحسابات نرجعها تاني للاصل بتاع ايه لا خلاص بلاش نعملها بلاش نعملها خلينا زي ما احنا فبالانس بتوين ما بنحبش الريسك تايكينج اللي مش محسوب بس لما بنحسب بنحسب فعلا لفرصة وبناخدها ولا في الاخر بنرجع نخوف نفسنا ونفضل ماشيين على النظام القديم وزي ما احنا ونفضل سبتين وما نستغلش الفرص الجديدة واخر حاجة طبعا لو فاكرين افكركم يعني افكركم بها مرة تانية فكرة ان الانوفيشن هي انك تعمل حاجة فعلا فيها هتأثر ومش ان هي مجرد مش مجرد حاجة شكلها حلوة حاجة شكلها بتلمع حاجة كده وخلاص وتبقى تقليعة ففي فرق في الانوفيشن والتقليعات ده كده ايه تذكرة سريعة باللي قبل كده عن الانوفيشن وخلي بالنا وفي نفس الوقت ما ما يخوفناش وخلينا نسبت في مكاننا ونفضل ماشيين على النظام القديم وخلاص ونبقى بنقنع نفسنا ان احنا كده بنعمل حسابات وانما هو الحقيقة ان احنا خايفين نعمل حاجة جديدة ده كان الموضوع بتاع النهاردة وللي متابع افكركوا مرة تانية ان احنا يوم الجمعة نزلنا المسابقة اللي هي بتاعة 3 كابسولات في اليوم او كابسولة 3 مرات في اليوم اللي هي 3 اسئلة متاخدة من كابسولة الصباح من فيديوهات بتاعتنا السؤال الاول متاخد من اول 10 فيديوهات التاني من تاني 10 فيديوهات والتالت من 13 فيديوهات شكرا لكل اللي بعت الاجابات بتاعته على الانبوكس او على الماسنجر بتاع الصفحة اللي لسه ما بعتش يبعت الموضوع بسيط جدا وهتلاقوني مغشش كل اجابات في الاسئلة نفسها وفرصة ان احنا تلاتة يكسبوا نعملها مع بعض نشتغل فيها على اي موضوع انتو شغالين عليه دلوقتي ان كان واحد ما قدم على شغل جديد عنده مشكلة في الشغل دلوقتي بيدور على بلان لحاجة جديدة شغال عليها نعمل ساشن كاملة لتلات اشخاص هيكونوا فيزين ويوم الجمعة اللي جاية في نعلن عن الفيزين ان شاء الله على الفيديو ونجوب كمان الاسئلة ونتنقش فيها مع بعض يارب تكون فكرة المسابقة عجباكم يارب اكتر الناس كتير تشارك في المسابقة وشكرا جدا على متابعتكم وعلى تشجيعكم المستمر ربنا يفتح عليكم في الاسبوع الجديد وفي اليوم الجديد وصباحكم جميل واشوفكم تاني بكرة ان شاء الله على خير مع السلام